المكسب تل والآخر هو من فكت القضية الصحراوية تحققه على مختلف الأصعدة طيلة 45 سنة أو يزيد من مسيرة نضال الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الدولة التي بدأت بفكرة صارت واقعا لم يثني احتلال أجزاء واسعة منها على بناء المؤسسات حتى غدت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بوصفها آخر مستعمرة في إفريقيا أنموذجا آخر في العالم عن نضال شعب من أجل الحرية هنا في هذه المناطق محتلة كانت أو محررة في المخيمات أو في الشتات تختلف الأمكنة والهدف واحد تمكن شعب من ممارسة حقه في تقرير مصيره ومن أجل الحرية والاستقلال تنوع تضحية الصحراويين وما تزال تجمعنا مهمة واحدة هي أننا منخرطون بالكامل في العمل الكفاحي النضالي هدف وإن طال سيتحقق كما يؤمن الصحراويون أما مشاهد كهاته فستبقى ماثلة مدى التاريخ على بطش الاحتلال المغربية بمناضلين صحراويين عزل من أجل الحرية